في شأن آخر عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لاستعراض النتائج الإيجابية بشأن معدلات التضخم خلال شهر إبريل الماضي وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة نتائج أعمال لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع والتي تحرص الحكومة على رز نتائجها بانتظام موجهاً بدرورة الاستمرار في متابعة الأسواق والعمل على خفض الأسعار مؤكداً أنه سيتم تحديد مجموعات سلع متتالية واتخاذ خطوات تسهم في خفض أسعارها بما يعمل على انخفاض معدلات التضخم